حبائي من الحلوين في كل مكان رجعنا لكم للحلقة الأسبوعية من برنامجكم المفضل أظبط برنامج في العالم سكر بني سكر بني يا تنوع عرف حلقتنا الليلة أخوانا هتكون بعنوان الشيروفوبيا أو الرهاب السعادة يعني ما كل الناس عندهم الظاهرة دي شيروب اليونانية يعني سعادة الفوبيا قال له هو الرهاب في نص الفرحة بتاعتك أو في نص الحاجة السعيدة اللي انت عايشة بتحس إنه شو؟ الحاجة دي هتجي بعدها حاجة سيئة أو في نص الضحك الناس بتكون بتضحك خير اللهم يعلوا خير السبب في الحلقة دي أخوانا في بوست كان كتبته في 2017 اللحظات السعيدة في حياتنا نحاول نستمتع بها ونعيش بكل تفاصيله ونخليها طويلة على قدر ما يمكن لأنها بيقد بسيطة وصعب جدا تريع تاني يو برو انت الحاصل معك شونا يا من كده اقول باسم الأيتمالك كانت زمن دا ليه ما كنت بتحكي لنا يا ماما لك يا زل كانت كاتنا فيني لكن انتم ما حاسين بالحاصل نحنا ناس اخوانك اخي احكي لينا يا اخي انا متأكد بس البوست دا نحن كون جينا تضحكنا فيوه دا حركات دا دي اخر دا الاصحابة ازايدين البوست دا في 2017 اخوان انا كنت شغال في الخلا في منطقة انا بشتغل شهرين وباقي جيز شهر ليه اربعة سنة او ثلاثة سنة ما عيت مع اهدي ابوي اللي يرحم كان شغال في مدينة تانية او انا شغال في مدينة وناس بيتنا في مدينة فكان صعب جدا موضوع انو العيلة تتلمى فكان لي حاجة مابطح صلة نادر شديد ففي الاجازة دي انا نزلت في رمضان قضيت رمضان كله في البيت وكان حاجة جميلة شديد جاعدت تاني شهر زيادة وانت عارف الفترة البعدة العياد بيكون فيها كمية عرس كان ما طبيعية الفترة ديك يا معلم محمد سر الخاتم دا لما بيجينا ومسمينه دبيب العرس اي عز حايم في الخرطوم محمد دا كان كاتلو الزمن داك الزمن جره انا ما رجعت الحدي قعدت حضرته شمه عيد الضحية فحرفيا كده انا كنت عايش سعادة ما طبيعية وانا قاعد في نص الفرح دا كده يعني لا اراديا احساس يا انا فرحان شديد فرحان بطريقة ما طبيعية الله يستر اربعة شهور يتوفى ابوي الله يرحمه فانت الفترة دي كان عندك شيروفوبيا كان عندها انا كنت حاسي انه شو حاسي انه في حاجة حتحصل عندك الاعراض بتاعت الشيروفوبيا انت بتاعت الانستجرام في الشاشة هنا دا الناس اللي بتحضروا فيديو لو حابرين داكم تكونوا جزء من الحلقة وتشاركونا اراكم برضو تابعونا في انستجرام لما نطرح الاستبيان قدونا اراكم نحنا حنكون سعيدين جدا بانكم تشاركونا اراكم سألناكم قلنا هل بتخافوا من السعادة وهل لو ضحكتوا شديد بتحسوا انه في حاجة سيئة حتحصل بعد كده نشوف الردد في اول رد جاي من اروى قالت هاي دايما باخد في حساباتي بعد انه فيش هيحكر ليه مزاجي مستحيل الحال يدوم مرات بفكر اني ما اخد نفسي في موغف يخلينا اضحك كثير لو ما كنت مستعدة للشعور بتاع المزاج السيئة بعدها. ايسراء كان قالت لا بحب اعيش اللحظة بس ما بفكر لانه الحارس دايما ربنا وهو ربنا كريم يعني وفقتها الرأي دكتور حسناء قالت لا دايما بحب ان بسط باللحظة وعيشها زي ما هي المستقبل الحال اللي حتحصل لي مع معروفة علم غيب اشغل نفسي به وليه اشغل نفسي به وليه قال للأسف وكي تضحك شديد بحيث في حاجة سيئة هتحصل دل حاجة انت كنت حاسم مين الفاتح قالت اليمان الثامن وده قدر ربنا وربنا ما اختار لينا الا افضل القدر لينا حيخلينا مبسوطين في اي حاجة بتحصل لنا لانه اكيد ربنا دفع عننا جزء من الناس مفقود افتكر انه هي قصدها البلاء ماي ارز او بتقول اول مرة اسمع كلام جيدة بالله في ناس كده وفي ناس كتير حيشاهدونه بيقولوا شهروفوبيا خوف من السعادة دي امور بتاعات ناس حناكيش لكن انت الزمن داك ممكن استيبت بجد حنكوش لكن الزمن داك انت ما كنت حنكوش نهائي كنت راجل جدا جدا ما كنت انت راجل جدا جدا انت راجل جدا جدا لكن كان عندك الحاجة دو انت ما جايب خبر فمهما انت كنت راجل وناشف ممكن تكون عندك الحاجة دي بس ما في زول شخصة لك عواطف اربعة وتسعين قالت بعض الصدمة ممكن حالي بعض الصدمة ممكن بس حاليا لا غالبا خوف دا بيجي لما نتعشن في شي ونفرح بيهو ونخزل منه هنا بنخاف والدستير قال ابدا الواحد يستمتع باللحظة كله مكتوب سور كاتي بوافقنا الرأي وقال يب كبير جدا جدا ايام لوفا قالت ايوا ابوي زمان كان زول عصبي جدا جدا وبيقول لنا انه هيتضحك دا بك فعلا كل ما نكون بصوتين شديد بنعمل عصبه والشغلة بتقلب زعل يا ضل قال انا غايت واحد من الناس لما تبصت شديد بكون كاسر حانك اي حاجة لكن لما نقعد مع نفسي كده بكون منتظر مكان الضوط يمكن ومين وين اوبي قال الحكاية دي زي لما الكهربا ما تقطع وقت طويل بتكون مقلق للدين اخير تقطع وترتاح نور نونا قالت لا طبعا ويصال قالت اي تفصيلة فسفوسة صغيرة بتسعدني بسع الحياة الكبيرة مفترض سعادتها اكبر ما بتسعدني كيف ما تعرف دينا الزين قالت حبو ابتي كانت لما انت شوفنا بنضحك شديد بتقول لنا اخرت بيكا فعلا بيبقى اخر بيكا تباين بتاع اراء متتالية شيماء قالت ايوه احيانا ملاز اسعد قالت ما دايما بس احيانا سامو بي قالت هل في حاجة اسمها سعادة بجد سامو بي اللي حاصل عليك اشنو دكابة شديدة سامو ليه يا اخي كده رنوشة الزين قالت بالعكس احنا بنحاول نخلق السعادة ممكن اخاف في حالة انه لقيت الناس بيدعاين لك بفكرة انت ما عندك هموم في ناس كثيرة بتخاف انها تفرح من العين ايه خصوصا جنب الناس و بتبين انها فرحان لانه بتكون خاف اه يطقون عين انا اكون شعر زلطة الطواري فرحان كده ده عزة قالت دي انا زمان لحد ما اقتنعت انه دوام الحال من المحال لا حزن بدوم ولا سعادة بالدوم فنتوكر على الله ونعيش اللحظة زي ماهي امولة قالت كنت زمان كده لكن اصلا الفرح بيجيب الفرح الاكبر الحمد لله اتوقع انه اسمه عبدالله ما حصل حسيت الاحساس انه بتضحك وتحصل حاجة كعبة اضحك يا اخي هي كده كده خربانه با يا شريد عبدالله حمد عبدو بيقول في زول طبيعي بيخاف انه يكون مبسوط بالنسبة لي بس تغرب لو ما كنت مبسوط بكمية النعمة عندي غيري ممكن يكون محروم من ابسطة طيب احنا هنا زي ما شفنا انه في التباين بتاع عراء الناس ناس اصلا اول مرة يسمعوا بيها ناس سمعوا بيها ناس حاسين انه عندهم الحاية دي ناس كانت عندهم الحاية دي واتخلصوا منها اول حاية قبل ما نبدأ نواصل في الحلقة بنشكر كثير كل الناس اللي شاركونا ونسبة انه اسح حاليا هين شاركنا عشرين راي ما حنا قدر نشارك كل الاراء بس عشان زمن الحلقة الحلقة ما تبقى لكم طويلة شديد فبنشكركم اول حاية جدا 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 قرينا كل الاراء ومبسوطين بمشاركتكم زي ما عشان احنا شوفنا قبل شوية محمد سري الخدم انت في 2017 كانت عندك اعراض الحاية دي لكن ما قدرت تشخصها لانه ما كان عندك فكرة عن الحاية دي طيب الشيروفوبيا لو دارينا شوف اعراضها red flags انه انت في حيات كده لو لاحظتها في نفسك معناه انت احتمالي يكون عندك شيروفوبيا شنو؟ ممكن نقول مثلا زي انك ترفض تشترك في الانشطة المرحة مثلا انت مرقة مع اصحابك تجمع بتاع ناس العمل برا الشغل دائما بتقول روحك شنو؟ مبتعد عن الانشطة الانشطة دائما شنو بتجيب السعادة فانت شنو انت مبتعد عن السعادة خوفا منها من الاعراض برضو ممكن يقول ليك انك تقلك لما تحصل دعوة اجتماعية عرس حاجة زي دي ناس متلمين عشان يفرحوا انت تحس نفسك انك قلقان من الفرحة دي دائما بتحب دائما بنشوف انه شنو؟ لما نزول يقول ليك خلاص عرس تقرب ان شاء الله ربنا يتم ليك على خير في ناس بيقولوها من دعوة بانه بيتمنوا ليك انه كل الامور تكون زابطة وفي ناس بيجد من جوا بيكونوا خايفين انه حاجة تحصل بيقلقوا من التجمع دائما بتاع الاعراس بيقولوا يا اخي انا متأكد انه في حاجة حتحصل مش متأكد انا خايف انه حاجة تحصل تقوم تترشق العرس ده برضه ممكن نقول من الاعراض داع الشرفيوبي انك بترفض الفرص الممكن تجيب ليك تغييرات ايجابية في حياتك خوفا من انه تعقب حاجة سيئة مثلا فرصة وظيفة جديدة علاغة جديدة انت خايف من الحاجة دي انه شو؟ بعدها حتحصل لك حاجة سيئة لو انا غيرت الحاجة دي ايه تزيد لي مرتبيه لكن حتجيب لي العين حامشي في علاغة جديدة لكن انا عارف انه دا اقساش علاغة جديدة وبعدها حتحصل حاجة سيئة تبقى حركات منك ساي امان تبقى حركات منك ساي امان طيب يا اخوان زي ما شفنا هنا دا الاعراض شنو الحياة اللي بتحصل للانسان في حياته بتؤديه للشرفيوبيا دي بتؤدي لظهور الاعراض دي معنو الوقاية خير من العلاج فالاسباب الممكن تؤدي للشرفيوبيا هي شنو؟ اول سبب من الاسباب دي بقولك انك تكونت عرضت لمواغف سابغة مشابهة الموضوع دا انا الموضوع تذكرني بحالة نفسي انو انا حصل لي بديت اجمع كده لما بديت خلاص اقرأ الموضوع اشوفها لازباب الاعراض انو فعلا انا حصلت لي حاجة قبل كده خلط الموضوع ديشن في عقله الباطن كان عندي خالية اللي يرحمه تزوج في 2010 فخالي دا يعني عرسه فرح الناس بطارية كده ما طبيعية ربا يرحمه توفى بعد 55 يوم من زواجه الحاجة دي كانت صعبة شديد يعني انت تخيل نفس الصيوانة اللي كان الناس جاتت لما تفيه ولي عرسه بعد اقلها من شهرين جات لما تفيه ولي وفاته فالحاجة دي لا اراديا بتخلي عندك حاجة كده انو اوه انا كل ما افرح شديد انا كنت فرحان بطريقة ما طبيعية شوف الحصل شانو بعدك انت لا اراديا انت ما خلاص انت طبعا راضي بضع ربا وغدره كده لكن الحاجة دي بتتخزن في اللاعي بتاعك بتبقى نشنو الله يا اخي انا لو فرحتها كده مفضل بيختار انوي تجيهه شرفوبيا مفضل بيستمتع انويكو عنده شرفوبيا ااكيد يعني ومن الاسباب التاني بيقوللك يا اخي المجتمع الانت عايش فيه المجتمع الانت بتتربى فيه الجلشر الثقافة بالت relatوى المجتمع الانت بيتقوم فيه انو مما قمنا بنشوف بيقولنه ما انتضحك شديد كده بيقوللك استغفر من ما انتضحك شديد بيقولك اترى الموت لما انتضحك شديد بيقوله اللهم اجعله خير نحن قمنا لقينا الحاية دي نحن ما عارفين السبب بتاع الحاية دي شنو لكن كتلقيم مجتمعي كده الحاية دي عندنا فانت بتجوم بتشرب الحاية دي وبدون ما تحس انت بتكون خلاص بتمارسها عدات وتقاليد انت مصور انت ليه بتصر من نص الحلقة ليه بتصر انه الحلقة تكون ناشفة كده يا اخي ده عمل ابداعي زول بيكون فرحان وهو بيقدم ما تصور يا اخي ما تصور يا اخي السبب التالي يا اخواننا بتلخص في الوازع الديني عند البني ادم انه الايمان بانه الفرح الشديد ده ممكن يسبب ضرر ده ممكن يدخلك في حتة بتاعت شرك انك انت بتعتقد في الافراط في السعادة نفسه بيجلب الضرر عشان كده انك انه من تفرح شديد بتحس انه انت بفرحك الشديد ده انت حتجيب لنفسك الضرر عشان كده بتستغفر بتقول اللهم اجعله خير فانت زي بتقول انه لا اصلا الحياة دي الحياة اللي جاتني دي ما لانه ربنا كاتبه انه انا فرحت شديد هناك لانه الناس كلهم فرحوا لي شديد فحصلت لي الحاجة دي في نقطة اخيرة انه يعني دي ممكن نعتبرها سبب وممكن نعتبرها اكتر الفئات اللي هي معرضة للشيروفوبيا بيقول ليك الناس الانتوائيين والناس المثاليين اللي هو الانتوائي كيف بيكون عرضة للشيروفوبيا انه دايما يعني انتوائي مبتعد عن التجمعات المفرحة الجالبة للسعادة فدي بتخليه عرضة للموضوع ده للاكتئاب ما لانه يخاف من السعادة جزء من الانتوائيين ممكن انه بسبب طعا نشاكلنا في المدد الشير ممكن انه بسبب خوفه من السعادة يبتعد عن التجمعات الجالبة للسعادة طيب بسبب خوفه من السعادة يعني هو عنده شيروفوبيا بيقول بيبتعد انت قلت شنو الانتوائي كيف الانتوائي زاتها بتأدي للشيروفوبيا بانه البني هذا اصلا انتوائي اصلا مبتعد عن التجمعات دي فابتعاده عن التجمعات دي بيأدي للموضوع ده بيأدي لانه ابتعاده عن التجمعات بيأدي انه يبقى يخاف من السعادة ايوة انا والله عينوا يا اخوانا صراحة انا ما مقتنع اكتبوا لينا في الكومنتات احد لو يدتوا النقطة ده اقناعتكم ولا ما اقناعتكم انا شخصيا ما مقتنع هو ما مقتنع من العداد وعندنا برضو الناس المثاليين او البرفكشنست بيشوفوا انه التجمعات الجالبة للسعادة دي مضيعة بتاعت زمن وهم بيخافوا منا انه تضيع لهم زمنهم فعلميا هم مصنفين دقيقة تما تقول لي علميا فهمني كيف انه طبعا الزل انا قاعد بفهم ما تقول لي هي هي فاهمني هنا دقيقة داما الكاميرا كيف انه الزل لا لا دقيقة كيف انه الزل البرفكشنست كويس اللي عاوز اي حاجة تكون كاملة بالعربي يعني شايف انه تجمع الناس عشان يتجمعوا ويفرحوا مضي على الزمن كيف شايف انه الحياة دي سبف الشرفوبي فانه هو يخاف من السعادة ممكن نقول عليه انه هو مدمن بتاع عمل ما داري ضيع زمن لكن كيف نقول انه هو عاوز اي حياة تكون كاملة اللي هو ده تعريف البرفكشنست انه الحياة دي بتأدي للسعادة بتأدي للخوف من السعادة صح كيف انه هو عايز اي حاجة تكون كاملة لانه بيشوف انه التجمعات او الناس دي لما تمشي اجازة لما تمشي تتلمى برنامج بيشوف انه نازل بيضيع في زمن انه ناس كسالة ناس حمقة فانا ما داري تجمعات ده لكن السحالينا الوصفة الانت بتوصفه ده ده ما بيرفكشنست ده مدمن بتاع عمل مثلا خلاص خلاص عنده اي يقول لنا اراكم في الانتوايين بيرفكشنست كده ده لا البرفكشنست ده عايز الطوبة دي ما تكون كده زي حاجة بسيطة كده كده ليه لانه عشان كده تكون زابطة كده عشان تي تي العراميس كلها تي زابطة كده ده ده بيرفكشنست لكنه يا عينو اكتبوا لانا اراكم في كومنتات احت انا ما متفق مع النقطة دي نهاية غايته نشوف نشوف اراكم يا اخوانا اخر حاجة يا اخوانا شوفنا اعراض المشكلة شوفنا اسبابه اخر حاجة دايما ما ممكن نطنح المشكلة ونمش نخليها دارينا نشوف العلاج من الشيروفوبيا ممكن يكون كيف علميا لحد دي اسا قالوا ما في علاج يعني مثلا كيمياي او عقار بيدوك له انه بيشير الشيروفوبيا لا العلاج ممكن انا متأكد فيه قول لي وين في السوق العربي عشبة بورينغا بورينغا بتعالج الشيروفوبيا في البيوت القرض بيعالج الشيروفوبيا اول نوع من انواع العلاج يا اخوانا بيقولوا عن طريق العلاج السلوك المعرفي اللي هو ممكن يكون عبارة عن شنو عن انك تتعرف على العادات والسلوكيات الخاطئة اللي عندك بمساعدة طبيبك النفس المختص عشان يبدأ يعد ليك سلوكيات معينة تكون مضادة للسلوكيات السيئة اللي انت بتعملها دي اللي هو في النهاية شنو علاج نفسي خالص طريقة العلاج الثاني مرتبطة بالأولى لكن انه فيها شوية من التطبيق العملي بانه اصحابك او الناس اللي حوالينك القريبين ليك هو طبعا جزء من العلاج النفسي لكن تطبيق عملي يوررك انه يقعد يفهموك يا اخي عين اتا بتخاف مثلا لو زول يقول لهم يا اخوانا كده اذكروا الموت لما نفرحوا شايد يقول له يا اخي لا يعني انت بتقول كده ده يا اخي انا مسلا فرحت فرحت او حصل لي كده وحصل لي كده مثلا فرحت سريد وما حصل لي حاجة انا مسلا فرحتا شديد وحصلت للي حاجة لكن كونوا انه انا فرحت نحنا حاليا منفرحانين اي حاجة بتحصل لدي ده حتحصل لدي سواء نحنا حاليا منفرح او ما منفرح الموضوع ده ما له علاقة بل حي حصل لك في المستقبل نقطة الثالثة اخوانا بتكون عن طريقة الوسائل النفسية المعروفة العلاج النفسي مثلاً زي شغلة الاسترخاء التأمل التمارية الرياضية مثلاً زي اليوغا فدي بيقولوا برضو بتساعد جداً في علاقة بيقول انح طبعاً ما اجربنا وما عارفين مدى فعاليتها لكن بيقولوا الناس انشنو خذ نفساً عميقاً خذ نفساً عميقاً ارخي اسمك كأنك فاك معارف تأمل الحياة دي أنا شخصياً طبعاً ما حق تنعبها إلا أجربها إن شاء الله طبعاً ما أجربها ما أجي نشرفه بي أو أجربها لكن في علاج تاني إنو لو أنت حاسي إنو الناس الحوالينك ديل وشافوك إنك مبسوط شديد الناس ديل بيزحروك فإنت العلاقة بينك وبين الناس ديل علاقة توكسيك شوية كده فإنت محتاج تراجع الناس الحوالينك ديل لأنو الناس القريبين ليك اللي أنت ممكن تظهر لهم إنك إنت فرحان بكل أريحية لو حاسبهم إنهم بيزحروك في فرحك ده تبقى مشكلة أنا ما أقول لك أقطع علاقتك بيهم لكن بعد إنت دوسط عينه حارة إنت دوسط عينه حارة ودي حاجة توكسيك حاجة جو مكهرب أنا غايته شخصياً ما بحب أعيش في جو زي ده كده قبل ما نخرب العلاقة بين الناس يا أخواننا حابين نسمع إن شاء الله أراءكم في الحلقة دي وفي الخلافات والاتجاه المعاكس الحصل في النص ما تنسونا من اللايك والسبسكرايب والشير فعلوا زر الجرس عشان نتصلكم كل التحديثات الجديدة من الغنى ونشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاية السلام عليكم قامت ظهرت المصطلحات بتاعة شهادة عربية طردت بعد فترة لحظت نفسي وتصرفت تصرفات دقيقة أنت يا حمد جعفر كأوبينماين القصص المعينة دي المفروض ما يكون عندك فيها مشكلة ليه بتقف فيها؟ ليه ما عجبك الحاجة دي؟ يا جعفر صارح نفسك أنت ما أوبينماين أنت إبارة أبجيقة مغلف في غلاف بتاع أوبينماين